ما عملوا به هم ولا نراه صحيحا سؤال يقول هناك تشكيك في بعض الجزئيات من المقتل ومن ثم التشكيك في كل المقتل بعضهم يستند في المقتل على كتب الآخرين نحن نعتقد أن مقتل الحسين بكل التفاصيل من أوثق ما وصلنا في التاريخ أوثق ما وصلنا في التاريخ هو مقتل الحسين ومقتل أصحابه ومقتل إخوته ومقتل أبنائه ومقتله ما كعدنا أوثق من هذا من لنقل إلنا مقتل الحسين ثلاثين ألف من الذين قتلوه قتل الحسين في صحراء وحاصروه وعيونهم مثل أحقادهم متمركزة على المقاتلين من الجبهة الأخرى على الحسين وأصحابه ولذلك تفاصيل عدوم هذا حميد بن مسلم هذا مراسل صحفي إذا صح التعبير أو جاسوس لعبيد الله بن الزياد أن يكتب له كل يوم حينما أرسل عبيد الله بن الزياد رسالة إلى عمر بن سعد بيت شمر من جملة كتب له وليكن خبرك عندي كل يوم كل صغيرة وكبيرة لازم تكتبه لي وكانت هذه هي الوسيلة الجارية في وقته شلون هذه الأخبار كانت تصل إليه هو أجي إلى نخيلة النخيلة أقرب إلى كربلاء من الكوفة وكان الجيش يملأ الصحراء في بعض الروايات عندنا ألف ألف مليون واحد لأن عبيد الله بن الزياد أمر أن برئة الذمة ممن لا يخرج لقتال الحسين برئة الذمة يعني شون؟ يعني دم مهدور كل لازم يطلع قسم كانه في كربلا يقاتلون قسم بالطريق والطريقة السابقة كانت أن الأخبار تنتقل من شخص لشخص لشخص يعني خلال فترة زمنية قصيرة ما يحتاج أن فارس يأتي بالخبر سامعين عن سور الصين العظيم هذا سور الصين شنو هو؟ سور الصين عبارة عن جدار مومن يعني جدار وسيع بغرف في وسطه وفيه مثل منائر هذا سور عظيم وهو سور أسكري لمواجهة الأعداء إخواني شوية تقدموا إلى أمامه ذكر رحم الله من ذكر القوائم من آل محمد فضلوا قدام الثانية بأعلى صوتكم الثالثة على حب الصديقة الطاهرة السور كان عبارة عن أنه منا نصاير هجوم فهذا اللي بها المنارة ينادي على المنارة اللي بمقدار ما يسمع كلامه الثاني للثالث كذا إلى أخي عشرين ألف منارة طبعا هي مو يسموها منارة بس أنا أسميها حتى تعرف المقصود مكان مرتفع في واحد واقف عشرين ألف في سور الصين الخبار توصل بسرعة من كربلة إلى النخيلة الأخبار كانت تصل مو يوم بيوم خلال دقائق الخبر كان واصل إلى عبيد الله فالشاهد على ما فعل الأعداء بالحسين هم الأعداء في الدرجة الأولى وانقلبت الآية عليهم خلال ست سنوات وذكروا ذكروا كل ما جرى وما فعلوا بأهل البيت سلام الله عليه إضافة إلى أهل البيت هم كانوا حاضرين في كربلة زينب كانت موجودة زين العابدين والنساء وقد شاهدنا كل صغيرة وكبيرة في الجبهتين هنا ما الذي حدث هناك ما الذي حدث يعني يوم العباس يجيه ودع أو علي الأكبر أو القاسم أو الإمام الحسين هم الذين شاهدوا وذكروا وأول من كتب مقتل الإمام الحسين أصبغ ابن نباتة وهو صاحب أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا المقتل على الأسف ما موجود بأيدينا هناك واحد مقتل أبي مخنف هذا المقتل أيضا ما موجود بس يذكر الطبري يذكر قال أبو مخنف في مقتله حدث عظيم ابن بنت نبيهم وبعضهم كان ممن شاهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونقل قال لي يزيد ما الذي تفعل طالما رأيت رسول الله يقبل هاتين الشفتين شو الانقلاب اللي صار فكان الحدث عظيم لذلك كثيرون كتبوا أبو مخنف ليس من مذهب أهل البيت سلام الله عليه لكن هو مجرد كاتب من الكتاب الأحداث التي تقع كان يذكرها وعندنا خمسين مقتل قديم يعني مو اليوم أنا أكتب لي في المقتل أنا أخذ من الكتب الذين شاهدوا راحوا وراها يعني بعض الكتاب كان يروح على اللي شارك في كربلا شون أنت شفيت فيذكرون فواحد يجي يقول لك أبو مخنف لانشي قال أولا أنا مصدري مو أبو مخنف ولا طبري اللي يقول كل أصحاب الإمام الحسين إنما قتلوا ثمانين واحد من أصحاب عمر بن سعد إليش عمر بن سعد جايب له مليون أو ثلاثين ألف قال لبسوا القلوب على الدروعة شجعان الأمة يعني ثلاثة وسبعين أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك ميت واحد قتلوا بس ثمانين معقولة وواحد من عدهم مستميت للطرف الثاني مجرد أجل لك الله الزبالة جايبية قدامها أو لا ولذلك ما قتل عمر بن سعد ولا شمر ولا حرملة بعيدين ذولا يضحون بجنودهم لأنفسهم فخضية التشكيك في المقتل غير وارد عندنا على الإطلاق ترجمة نانسي قنقر